المواجهات العسكرية تعود للواجهة من جديد اشتعال مفاجئ يكسر جمود العديد من الجبهات ففي تعز صدت قوات الجيش هجوما كبيرا للميليشيا في الطريق المؤدي الى مديرية المقاطرة الرابطة بين تعز ولهج وتعزيزات ضخمة قدمت بها الميليشيا بهدف اعادة حصار تعز وقطع شريانها مع العاصمة عدن تحركات الميليشيا تمت بوتيرة عالية دون ان تعترضها طائرات التحالف التي لم تتوقف عن التحليق في الاجواء اليمنية منذ بدء عمليات التحالف قبل اكثر من عامين ونصف مراقبون يقولون ان عدم اسناد التحالف لمعارك تعز خلفه دوافع سياسية تتعلق برغبة التحالف فرض شروط على قيادة المحافظة في وقت سابق كشف محافظ تعز عن رفضه املاءات عسكرية من قيادة التحالف في عدن بهدف انشاء حزام امني للمحافظة اذا تبدو تعز في موقع العقاب لانها لم تلتزم بتوجيهات العميد احمد البلوشي قائد قوات التحالف في عدن وتصوراته للدول الذي يفترض ان تلعبه تعز في الجهات الشمالية الشرقية من البلاد ايضا تحتدم المعارك بين الجيش الوطني والميليشيا في نهم التي شهدت حركة نشطة لقيادات عسكرية رفيعة في الايام القليلة الماضية مصادر اعلامية قالت ان القرار القادم من الرياض هو من يمنع تقدم الجيش في هذه الجبهة ولأسباب غير معروفة حتى الان التحالف العربي الذي اعلن قبل ثلاث سنوات ان هدفه استعادة الشرعية ودحر الانقلاب اصبح واضحا ان اهدفه اختلفت في منتصف الطريق واصبح دحر الانقلاب اخر ما يسعى اليه تطورات تجعل اليمنيين امام واقع جديد كليا هو الاكثر تعقيدا اما ان يقبلوا باستبداد الداخل او باستبداد الخارج وبينهما هناك من يبحث عن طريق ثالث يتولد من رحم ثورة الشباب ومخرجات الحوار الوطني يناظل من اجل استعادة الجمهورية ومنع اختطافها من الملكيين في الداخل والخارج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة